اشتركوا في القناة في بلاد المسلمين ثم بعد ذلك مسألة دعوة تقارب الأديان بداية لا بد أن نعلم أن التعامل مع أتباع الديانات الأخرى لا يجوز أن يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء بشرط أن تقوم هذه العقيدة في نفس المؤمن على وجه الاعتدال والوسطية التي هي سمة جميع العقائد والأحكام الإسلامية ومعنى الولاء والبراء في الشرع هو الحب في الله والبغض في الله أي حب الله وجميع محبوباته كالرسول عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام والقرآن الكريم والصلاة والحجاب وبغض جميع مبغضاته كالشرك والكفر والبدع والمعاصي يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أوثقوا عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أي أقوى أصول الإيمان وبناء على هذا فإن التعامل مع غير المسلمين لا يعني الرضاء بالكفر أو الشرك مطلقا ويقوم التعامل مع غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى ممن لم يعتدوا ولم يحارب المسلمين على الصور التالية على الصور التالية بناء على الإقرار بالأديان السماوية أو الكتابية جميعا أو الكتابية جميعها مع الاعتقاد الجازم بأن دين الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس جميعا وناسخ لتلك الأديان السابقة أولا حوار الدعوة والمقصود به المفهوم الإسلامي الحوار مع أتباع الأديان الأخرى لبيان صحة هذا الدين وأنه ناسخ لكل الأديان السابقة وإيضاح صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن الإسلام العظيمة وبيان ما هم عليه من الخطأ وهذا الحوار مطلوب شرعاء تدل عليه كل الآيات والأحاديث الدالة على فضلية الدعوة إلى الله وبيان الحق ورد الباطل ومنها قول المولى تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالأسلوب الحسن في قوله تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ثانيا ضوابط مهمة لا بد من مراعاتها في الحوار يا رعاكم الله ومنها أولا تحديث الهدف من الحوار معهم والهدف الرباني في الحوار هو دعوتهم إلى الله تعالى وتمني هدايتهم للإسلام والحرص على تصوير الإسلام لهم كما أمر الله به وتوضيح نقائه وصفائه لهم ثانيا عدم التصدي للحوار بدون علم بدين الإسلام أو عدم القدرة على توضيح غاياته بصور صحيحة فليس الحوار مطلوب من كل أحد بل هو مطلوب من أهل القدر علما وبيانا أما غيرهم فليس مطلوب منه الحوار إلا إذا كان بشكل مبدئي في الحث على فضائل هذا الدين أو كان المخاطب الكتابي عامي يمكن التأثير عليه دون علم دقيق بمناهج الجدل والمناقشة فهذا يدخل في الدعوة العامة إلى دين الإسلام الذي هو مطلوب من كل مسلم ثالثا الاستفادة مما لدى أهل الكتاب من الإقرار بوجود الله تعالى وصحة وجود النبوة في الجملة واليوم الآخر ونحويها للبناء عليها في بيان الحق لهم وينبغي مراعاة الفروق الفردية والطائفية في دعوتهم فيوجد فيهم من يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يقصرها على العرب فمناقشة هذا ودعوته أسهل من المنكر لها بالجملة رابعا إقامة الأدلة العقلية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإقراره بنبوته يكتذي بالضرورة إقامة الأدلة العقلية على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يليه الدراسة الدقيقة لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الحوار مع أقوامهم وبالذات منهج الرسالة الخاتمة للرسالات كلها وأخذ الأصول العلمية في الحوار مع أقوامهم ودعواتهم إلى الله تبارك وتعالى سادسا دراسة مناهج علماء السنة في مناقشاتهم وحوارهم مع أهل الكتاب مع ضرورة التنبه إلى المناهج البدعية في حوار بعض أصحاب البدع من الكتابيين مما سبب في وجود مناهج منحرفة في الفكر الإسلامي ظهرت فيما بعد على شكل فرق ضالة سابعا إثبات دين الإسلام بالأدلة الصحيحة والمناهج القرآنية والنبوية المعتبرة بعيدا عن مناهج أهل الأهواء والبدع ومن ذلك إثبات صحة القرآن والنبوة بالأدلة الحسية التي تضمنتها مثل الإخبار بالمغيبات وبموافقة الكشوف العلمية الثابتة دون تعسف ثامنا لا بد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة ليكون للدعوة قبولا دون مخالفة شرعية كالقول بإقرارهم على اعتبار دينهم والثناء عليهم بمثل ذلك باسم احترام الآخر ولا يصح التسفيه له إذا طمع الداعية في هدايته فالحق وسط بين تفريط من يردد عدم الإقصائية ويقول باحترام دين الآخر وكأن الخلاف هو في وجهات النظر لا في أصل الدين وبين الإفراط الذي يجعل من إمكان هداية المحاور أمر في غاية الصعوبة